بعد الانتهاء من إدراك الرسوم البيانية داخل العرض، قد نحتاج تعديل البيان الممثلة للرسوم، أو إعادة تنسيل عناصر المختلفة داخل البياني، ولكي نفعل من تعديل خلال الرسوم البياني، نحن نشر ضغطاً من هذا البياني، فإن الانتقال إذن الخاص للرسوم البياني، ولتعديل البيانات الممثلة للرسوم البياني، نفترض قائمة view، ونختار sheet، أو نضغط مفتاح من الشريط standard، ومن هذه الألوان نقوم بتقديل البيانات، ثم نضغط مفتاح close للاقا هذه النشرة، وكما ذكرنا، ويمكننا تطبيق العمار المختلفة داخل الرسوم البياني، فمثلاً إذا أردنا نقوم بإدراك الألوان الممثلة للممثلة الممثلة معين، لكن product 1 داخل الرسوم البياني، نضغط مفتاح الممثلة 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 من منتج product 1 بمفتاح environment، ونختار format data series، ومن البياني، نقوم بإستيارة الممثلة الذي ممثلة، ثم نضغط OK، سنضغط مفتاح الممثلة 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 للممثلة الممثلة 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 الممثلة، ونضغط على نفس الشريط الأخرى، فيتم إخيار هذا الشريط فقط، سنضغط مفتاح الممثلة 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 سوق الجزء ونفتر الهاتف LEGEND بالطائمة المختلفة ويمكننا في إعلال هذا الموضوع الحواري تغيير لون المستخدم لهذا الجزء عن طريق تغيير أحد الأمور من الجزء ومن الجزء بوردر يمكننا أن نفيد شكل الإطار وأيضا لون ويمكن تغيير أمور المستخدم لتعبات هذا الجزء فنضغط على الأمور المتغيرات ثم نفترط ومن الجزء وفي الوضع الاشتراكي فإنما تغيير LEGEND يظهر في الجائمة من الرسم الهاتف وإذا أردنا إظهار هذا البحث أسفل الرسم الهاتف نفترط لوحة المستخدم ثم نخدم الـ bottom من الرسم الهاتف نفترط بيقى التعديلات التي قمنا بها نفترط OK ويتم تغيير ذاتي أجزء من الرسم البياني في نفس الخطوات السابقة ولرؤية الرسم البياني للعرض نضغط المؤشر أي موضع في الرسم البياني ترجمة نانسي قنقر